وقد وعد الله على مقام الخوف بأن يكونوا من أهل الجنان كما قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وكما قال سبحانه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الخوف لأمر سري عبادة محضة لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا كما قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وقد وعد الله على مقام الخوف بأن يكونوا من أهل الجنان كما قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وكما قال سبحانه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وهناك نوع آخر من أنواع الخوف هو الخوف لأمر حسي أي أمر محسوس وهذا كمال العبد في أن لا يجعله إلا لله وحده ولكن لو قدر أن أحدا جعله لغيره لم يكن عليه حرج فيه فإذا خفت من الظالم أو خفت من الحيوان المفترس فحينئذ لا يلحقك إثم بهذا وإن كان الكمال أن يكون خوفك من الله أن يسلط عليك هذا المخلوق فإن الحيوان والظالم لن يتمكن من إيذائك إلا بأمر الله القدري وبالتالي لتكن خائفا من الله أن يسلط عليك هذا الظالم وذلك المفترس ليكون هذا الخوف عبادة تعبد بها ربك جل وعلا